السلام عليكم احبائي ورمضان كريم اليوم سويت لكم عصيرين اثنين اتم بالتين المجفف وطبعا مفيدة وجدا وصحية للرمضان وطلع هسا هاي دايما تين المجفف بالوسط في شوية قاسي اطلع هذا القطع القاسي منها والباقي اخلي بدولكا طبعا التين تقدروا مع كتير عصاية اعملون بيها بس انا اليوم سويت لكم عصيرين هسا بس انظف اول شي اطلع منها القطع القاسي بعد الشكل كلها اخليها بدولك اشوف اول مرة خلي تشوفون بالبداية طبعا كلش مفيد هاي دا العصير اتمنى تجربوها اكيد كثير منكم تجربينها واحط بليتر حليب السائل واتركها بالثلاجة اني بالليل سويته نقعته بالليل والصبح يكون كلش ناعم ولين الاتين وهذا اللي الثاني هنا النفس الشي لازم انظفها من هذا القطع القاسي وهاي طبعا تقدرون تخلون بي كتير من الفواكه المي مالتا اني خليت بي باكيت تفاح وطبعا هذا الباكيت كلش سخين وبعدين اخلي بي مي وطبعا اني جربت مثل بالعصير برتقال هم كانت كلش طيبة يعني شي تحفة كانت بالعصير برتقال بس قد خلي ستجربون التفاح عصير تفاح مع الدين المجفف واخلي بي وخلي بي مي وبعدين اخلي بالثلاجة يوم كامل او بالليل اني نقعته هذا العصير اللي عندي اكو بكل انواع الفواكه حتى اذا تسوونها بالبرتقال العادية المي مالتا يصير بس قاني هاي عندي تفاح بالباكيت حاطيت بي وبعدين اخلي بيها مي واتركها خليت بيها مي وهذا الثاني مع حليب هزا اخلي بالثلاجة وبعدين رجعت هي خليت بالخلاطة اللي عندي بالبيت ولازم يكون ناعم وبعدين يسيت جاهزين ما ياخد واحد وقت وما يحتاج لها سكر ولا شي هو بيها سكر التين المجفف بس لازم بالخلاطة اللي عدكم بالبيت وكلش طيبة واتمنى تجاربوها بالرمضان واذا سويتوها بالعافية عليكم وعدنا فائزين طبعا ويان هسا يجي بالاكيد بالشاشة وعملونا لايك وعملونا شير واضغطو على الجرس حتى يوصل العديد من الناس واهم القطعة في هذا الفيديو لما اجاربها شي طيب كلش حلو اجاربها شلونا بالبداية وانتظر هذه اللقطة دائما بس مرات لما اكون صايمة ومساوي شي ما اقدر بدون هاي لقطة انتظر واتمنى تجاربوه شوفو هاش لونه هاي طعم بكلش طيب فشي روعة يعني شي جيد وبالعافية عليكم اذا سويتوها